اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهذه قصة ثانية انا اعتقد بان ما يدور في دبي وما يحدث في دبي سوف يفاجئنا بولادة اسرائيل جديدة ولادة اسرائيل جديدة ده الكلام اللي قاله الدكتور عبدالله النفيسي وكان من بدري من قبل اي حاجة قال ما يدور في دبي وما يحدث من زمان قوي سوف يفاجئنا بولادة اسرائيل جديدة النهاردة ويمكن للمرة الاولى ناشطين عرب ومسلمين دشنوا مع الاسف حملة لمقاطعة المنتجات الاماراتية ايوة انت سمعتها صح مقاطعة المنتجات الصينية والمنتجات الفرنسية ومحدش بيفرق بيفرقهم عن بعض جرائم الامارات ضد الاسلام والعروبة خلت الكيل يطفح وتتساوى الامارات بفرنسا واسرائيل في حملات المقاطعة الشعبية لاعداء الامة شوف التغريدات والهاشتاج ده مقاطعة المنتجات الاماراتية بص رئيس الهاشتاج تحته مقاطعة المنتجات الاماراتية بحجة القضاء على الإسلام السياسي الامارات قاطعت قطر طبعت مع اسرائيل حرضت على المسلمين في أوروبا دعمت الانقلابات ومجرم الحرب دعمت ماكرون واليمين المضطرف هدفها القضاء على الإسلام وأهله وليس الأحزاب الجماعات الإسلامية مقاطعة المنتجات الاماراتية دا واحد اسمع التاني بيقول لالامارات مولت الحملة العسكرية الفرنسية على مسلمي مالي مولة الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق مولة العديد من المراكز الغربية التي تعادي المسلمين في أوروبا مولة الانقلابات والميليشيات بالدول العربية لمحاربة ما يسمى بالإسلام السياسي يا حضرات الناس وعية قوي للدور القزر اللي بتلعبوا الإمارات لا أسلوب الإمارات من زمان هو الكيد للمسلمين في كل مكان تجد لها يد في محاربة المسلمين حتى مساجد أوروبا ما سلمت منهم في حقد عجيب مو بس نصر للدين ولا ياس بس نصر العروبة هذه نصر الإنسانية والأخلاق والخير اللهم اضعفهم وزلزل عرشهم صاحب البوس مقاطعة المنتجات الإماراتية أولى وأهم من مقاطعة المنتجات الفرنسية تخيل يعني صاحب العساب ده شايف أن مقاطعة المنتجات الإماراتية أولى وأهم من مقاطعة المنتجات الفرنسية بالمناسبة ليوجد منتجات إماراتية إنما هي تضع لساقات على بضائع الصهينة عن طريق جبل علي بدبي فالإمارات أصبحت بؤرة للصهيونية ولليهود فمحاربتها أصبحت ضرورة ملحة لأنها العدو الأول ده بس جزء من تعليقات الناس على القصة دي لكن السؤال الأهم يا ترى الإمارات عملت إيه عشان كل ده وإيه سبب تفجر الغضب ضدها كده خانشوف واحدة واحدة مع بعض هذا ما تفعله الإمارات على العرب مسلمين وسعيين وعلى المسلمين أول حرب على الإسلام يكفي بس دور الإمارات في التحريد على المسلمين والتحريد على المساجد في أوروبا ودعم اليمين المتطرف في أوروبا اللي بيدعو لطرد المسلمين من أوروبا كلها واليمين المتطرف في أوروبا بيحرد على قتل المسلمين وبيؤيد مهاجمة القرآن وسب النبي محمد والحرب على الحجاب كل المظاهر دي بتاعة اليمين المتطرف تصدق إن الإمارات بتدعم اليمين المتطرف ده خد الخبر ده تستخدم شركات ده خبر طازة هو شركات تضليل إعلامي فسدة تقرير يكشف انفاق الإمارات لكسب اليمين المعادي للمسلمين تخيل هذا شيطان العرب ده كشفت مرصد الشركات الأوروبية عن تنامي جماعات الضغط الإماراتية في بروكسل لافتا إلى عدم اتخاذ الاعتحاد الأوروبي التدابير الكافية لمواجهة اللوبي الإماراتي الذي يعمل على تلميع صورة أبو زبي ويغطي على انتهاكاتها ضد حول الإنسان تحدث المرصد اللي هي هي بحثية غير ربحية على موقع الإلكتروني 17 ديسمبر 2020 في مقال عن تنامي جماعات الضغط التي تعمل لصالح الإمارات والتي قال أنها تدعم طموحات أبو زبي لتكون قوة كبيرة نعيمة في بروكسل لافت المرصد إلى أن الإمارات أكتر دولة إنفاقا على جماعات الضغط في العالم وأنها بينما تظهر صورة الاعتدال والاستقرار فإنها تنتهج سياستها الخارجية في حروب دامية في اليمن إلى ليبيا المرصد كمان رصد أن الإمارات خبراء يتخذون من بروكسل مقارن لهم ويضم رؤساء ووزراء أوروبيون سابقون ومجمعات ضغط استشارية إلى آخره كما قال المرصد إن حكومة الإمارات أنشأت عدة أو مواطق قدام تحت جديدة في بروكسل مضيفة إنها كذا وفي الآخر بقى بيكلم على ميل الإمارات إلى الضغط على التابعة للتسلح بسرديات الاستقرار الاستبدادي بغرض أو بعرض حكام الإمارات المستبدين كقوة استقرار في الخليج ورسم أي محاولات للتعددية إلى آخري إلى آخري التقرير موجود عند حضراتكم اللي بيقول إن الإمارات أو حكام الإمارات بتدعم اليمين المتطرف في أوروبا خد بقى مجموعة الأخبار دي أرشيفي أهو بدعوة مواجهة التطرف إلعب بقى هكذا تحارب الإمارات المسلمين في أوروبا دي صحيفة الاستقلال لم يسلموا منها ده دور الإمارات في أوروبا خد الخبر ده بلد الحريات تضيق الخناق على المسلمين هل أبو الظبي دور في تحريد فرنسا على الإسلام اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا يتهم أبو الظبي والقاهرة بالمساهمة في التحريد على مسلمي أوروبا مش بس كده الأمارات كمان متورطة في التجسس على كل الإعلاميين والنشاطاء والمعارضين العرب جوه وبرى الدول العربية بالاشتراك مع الصهاينة زي الخبر ده أو الخبر ده ما بيقول شركات التجسس برنامج ما خفي أعظم يكشف عمليات التصنط على هواتف الإعلاميين والنشاطاء ده برنامج ما خفي كان أعظم اللي كشف الحقيقة برنامج بأحسي وقد تمكن البرنامج اللي بيقدمه الزميل تامر مسحال والذي يحمل عنوان شركاء التجسس من الوصول إلى أدق أدلة وتفاصيل حصرية تتعلق بعملات اختراق الهواتف للتجسس على مستخدميها والأليات المتطورة إلى آخره إلى آخره إلى آخره اتهمتها بالتجسس الحقيقة قبل كده حصل تعاون إماراتي إسرائيلي بالمجال التقني زي ما الخبر ده بيقول أنه كان فيه تعاون استخباراتي أو تجسسي ما بين إسرائيل والإمارات في المجال التقني للتجسس على المواضيع دي في يوليو 2020 كان فيه خبر عن أنه متورطة بفضائح تجسس محليا وأمريكيا جي 42 واجهت أبو ظبي الجديدة للتطبيع مع تل أبيب ده يعني تجسس بره وجوه الإمارات دولة نجسة الإمارات كمان هي إسرائيل الجديدة حرفيا في الخليج زي ما قال النفيسي ورائدة قطار التطبيع والخيانة والتنازل عن المقدسات نشوف البوس ده حد كاتب عن أطفال غزة والحقيقة بيقارنهم بي لأن أطفال غزة المحاصرة يخضون شتاءهم في البرد وتحت المطر وحكام الإمارات المطبعين ينعمون بالدفئ والملايين ده حد كاتب البوس ده الإمارات كمان أصبحت ماخور الخريج وبتنافس لاس فيجاس في الضعارة والانحلال بل الحقيقة أصبحت محط أنظار المجرمين الدوليين اللي بيغسلوا أموالهم القزرة في الإمارات بتشجيع من ولاية زايد ده صورة الضعارة في الإمارات كما عرضناها بالأمس صورة ضعارة وكروت لفتيات الهوى وبيعات الهوى على مرأة ومسمع من الكل الخلاصة أننا لو قعدنا من النهاردة للسنة الجاية نعدد خيانات حكام الإمارات مش هنخلص ولا هنقدر نكفيها دورها في شراء الأراضي العربية في القدس وبيعها لليهود وضعها في صفقة القرن والتخلي عن فلسطين مدبحها في اليمن وليبيا والعراق وسوريا ودعمها للانقلابات الحقيقة في مصر ومحاولتها في الانقلابات على تركيا وتونس والجزائر وغسيل أمواله لعملات القزرة والتجسس والتطبيع والتحرين على المسلمين ودعم أي حاكم عربي غربي أو عربي ضد الإسلام لكن أخطر حاجة بتعملها الإمارات اليومين دول أنها عايزة تنشر دين جديد بس خليني أوليك الدين الجديد دي الشركات الإماراتية اللي الهاشتاج بتكلم عليها قاطعوا الشركات دي يا حضرات كما قاطعتوا الشركات الفرنسية وأوعى تستهون الإمارات دولة بتحارب المسلمين والعرب الإمارات لم تعد دولة عربية قاطعوها لله قاطعوها للتاريخ العربي أنا بقول لكم الإمارات دولة لا يمكن تعدادها ضمن العرب عشان تعرف فكرة الدين الجديد دي أيمع على الخيانة والتجسد في دين جديد كده السهاينة نطلعينه عايز تصدق وعلى فكرة الإمارات قائد القصة دي عايز تصدق القصة دي عشان تعرف أن ده مش كلام مش مجرد كلام خليني بس أقول لك خد الخبر ده من الصحف الإسرائيلية إسرائيل قررت تعمل دين جديد بص يا سيدي بقى القناة العشرة هي بتقول لك هل تريد تعلم اللغة العربية آه عادي موضوع عادي جدا لا مش عادي ده مركز ديني يهودي هيقوم بتدريس الديانة اليهودية والتوراة والتلموت باللغة العربية فقط الهدف من الموضوع ده أنه يتم تحضير أشخاص متخصصين يمكنهم تعليم 350 مليون عربي الفرائد التوريطية الخاصة لمن هم على غير الديانة اليهودية خليني أقولها تاني المركز ده هيعلم 350 شخص 350 شخص اللغة العربية عشان 350 شخص دول يبتدوا ينشروا ما بين الغير اليهود مجموعة من أوه 350 مليون 350 مليون شخص يعني ده مركز ديني يهودي هيدريس اللغة العربية التوراة والتلموت واللغة العربية بس الهدف أنه يحضر مجموعة من الأشخاص يمكنهم تعليم 350 مليون شخص يعلمهم بالعربي الفرائد التوراتية الخاصة لمن هم على غير اليهودية والحخام اسمه يا حسقل ابن أهرون هو مدير المدرسة الدينية دي وده بقى بيتسمى الدين الجديد ايه الدين الجديد؟ أنا ولك الدين الجديد يا حضرات هو دين كده حاجة في حاجة عندهم اسمها سبع فرائد لأبناء نوح اليهود بيؤمنوا بأنه باقي الشعوب اللي مش يهود لازم يتعلموا سبع فرائد فقط لكي ينجوا من عذاب الله يعني عشان تدخل الجديد أو تتضمن انك تنجوا من عذاب الله اللي مش يهودي عليه سبع فرائد من ده وعشان انت باعتبارك مش يهودي لازم تعمل بالسبع فرائد دول يعني ببساطة تتخلى عن المسيحية تتخلى عن الإسلام وتعمل السبع فرائد دول عشان تنجوا من عذاب الله يوم القيامة حسن المعتقد اليهودي المطلوب بقى من المدرسة دي انها هتعلم غير اليهود السبع فرائد ده بقى يا حضرات الدين الجديد بتاع الإمارات أو الله العظيم بتاع الإمارات الحقيقة اللي خادت على كتفها انها هتنشره واللي كان التطبيع بس كان مجرد بداية للدين ده بس يعني الإمارات هتتولى نشر السبع فرود اللي هي مفروض على غير المؤمن باليهودية أو اللي غير يهودي يعملها لكي ينجوا من عذاب الله والسبع فرود دول بقى أنا عندي وصلوني من صديق صحفي في الأرض المحتلة سبع فرود هيعملها كل واحد مش يهودي عشان تبقى إيه عشان يطلق عليك لقب الأممي الصالح الأممي الصالح يعني ما انتش يهودي هم مش عايزينك تخش اليهودية بالمناسبة يعني اليهودية ديانة غير تبشيرية هم مش عايزينك تخش اليهودية خليك زي ما انتك كده بعيد لان فيه شروط صعبة عليك انك تكون يهودي لازم تكون يهودي من الأم قصة كبيرة لكن انت كده بالنسبة لهم أممي وعشان تبقى أممي في نظرهم لطيف أممي صالح لازم تعبل السبع فرائد بتاع نوح وفي حلقة هنقول لكم ايه هي السبع فرائد دول اختصار القصة ببساطة ان حضرتك عشان تبقى أممي صالح ترضى عنك الصهينة تعمل السبع دول اختصار السبع دول انت تتخلى عن دينك دي الديانة الجديدة بقى دي الديانة الجديدة اللي بيتولى ولاد زايد نشرها في العالم العربي اللي بعد ما قام التطبيع بين الامارات واسرائيل بدأت تنتشر مدارس اللغة العربية لتعليم التوراة والتلموت باللغة العربية يا حضرات ما ذكره الدكتور عبدالله النفيسي اخطر بكتير جدا عندما قال من سنوات ان دبي هتكون اسرائيل الخليج هناك ما هو اخطر من كده الامر ليس متوقف على انها دولة صيونة لا يا حضرات ستكون هناك ديانة جديدة ستنبع من دبي كما ظهرت الاسلام في مكة ستظهر الديانة الجديدة في دبي وهنيئا للشيخ حبيب علي الجافري وهنيئا لكل المشايخ اللي بيقلوا من فلوس الامارات لانهم هيكونوا هما دعاة الديانة الجديدة والديانة الجديدة مش عايزة حاجات كتير قوي هما سبع فرائد اما الصحفيين اللي بيقطاتوا على فلوس الامارات فالحقيقة خلاص يعني هما كده كده مع الامارات ديانة جديدة بهائية ازباكستان مش مهم اما بقى المشكلة في الصحفي اللي عايز يبقى حر وده منصحه نزار قباني وقال له لما تعوز تبقى صحفي حر قال له الحقيقة يعني عشان تبقى كاتب حر تسكن في الامارات او ما شابه في دولة قمعية وطنية نزار قباني اداك القصة كلها اداك البترون قال لك لو شاءت الاخدار لو شاءت الاخدار ان تكون كاتبا يجلس تحت جبة الصحافة النفطية فهذه نصائحي اليك ادخل الى مدرسة تعلم الامية اكتب بلا اصابع وكن بلا قضية اسمع اسمع الاسادزة الصحفيين اللي استيسي عادهم على جنب اسمعوا النصيحة دي اسمعوا النصيحة دي كويس قوي من نزار قباني اذا اردت ان تكون اذا شاءت الاخدار اذا شاءت الاخدار لو شاءت الاخدار ان تكون كاتبا يجلس تحت جبة الصحافة النفطية فهذه نصائح اليك ادخل الى مدرسة تعلم الامية اكتب بلا اصابع وكن بلا قضية امسح حزاء الدولة العلية اسطب من القاموس كلمة الحرية لا تتحدث عن شؤون الفقر والثورة في الشوارع الخلفية لا تنتقد اجهزة القمع ولا تضع انفك في المسائل القومية كن غامضا في كل ما تكتب والزم مبدأ التقية خصص عمودك اليومي للازياء والازهار والفضائح الجنسية لا تتذكر انبياء القدس او طرابة فانها حكاية منسية لا ترثي بيروت التي ترملت فالقتل فيها عادة يومية لا تتعرض للسلاطين اذا تعهروا او قامروا او تاجروا فهذه مسائل شخصية ولا تقل لحاكم ان قباب قصره مصنوعة من جسس الرعية لو شاءت الاقدار ان تكون كاتبا في دولة قمعية